اسمه خمر وليست مشروبات روحية اسمه ربا وليست فائدة اسمه ديوث وليس مفاتح اجتماعيا اسمه شاب وليس متحول جنسي سم الأشياء بمسمياتها لأننا إن لم نفعل ذلك سنجمل المنكر وسيستهان به لاحقا وهذا ما حدث بالفعل مع مصطلح الشدود الجنسي أصبح بنظر الكثير شيء جميل وعادي وعرية شخصية بل وأصبح لديهم مجتمع اسمه مجتمع الميم ولديهم حقوق وقوة هذه القوة وصلت بهم إلى محاكمة كل من ينكر عليهم فعلهم بل وقوتهم وصلت إلى أن يقرعوا أخوك الصغير وأختك الصغيرة وابنك بأن يصبحوا شاذين أمامك وأنت لا حول لك ولا قوة من أشكال قوتهم على سبيل المثال ديزني الشركة المقتصة في الإعلام الموجهة نحو الأطفال قامت هذه الشركة بإنتاج فيلم في داخل الفيلم يوجد مشهد معابر على حد وصفهم يوجد في هذا المشهد تصرف غير أخلاقي ويدعو للشدود فغضب الأغلب من هذا المشهد يعني دعوا أطفالنا وشأنهم لماذا تحاولون إقناعهم بشذوذ بدس مثل تلك الأفكار الغير أخلاقية العابرة على حد وصفكم لماذا يكون في المشهد فتاتان تقبلان بعضهما بشكل شاذ وغير أخلاقي فردت رئيسة ديزني كيري بيرك على هذه الاحتجاجات بكل بجاحة وقالت نحن نخطط أساسا لجعل 50% من شخصيات ديزني الكرتونية لشخصيات مثلية وأنتم يزعجكم مشهد عابر لسيدتان تقبلان بعضهما بشكل شاذ يقبلان بعضهما بشكل شاذ يالي بجاحتي فسألها الناس باستغراب انت ما عندك ولا تتخاف عليهم حرام عليك اللي بتعمليه بأطفالنا بمعنى الحديث يعني يشتغل الجين العام عندي قالت نعم عندي أبناء وليس واحد بل اثنان وأطفالي مثليين أحدهما متحول جنسي والآخر ثنائي الجنس أحدهما متحول جنسي والآخر ثنائي الجنس شو العلاء بل وأنها تؤكد نية الشركة تحويل شخصيات ديزني الرئيسية إلى شخصيات شاذة أحد أبناء كيري بيري قال لها مرة يا أمي لماذا لا يوجد شخصيات مثلية كرتونية في ديزني فاستغربت الأم وقتها وقالت أحد أبنائي يعني متحول والآخر ثنائي هيا لنجعل كل أبناء العالم مثليين وشاذين تخيل كمية البجاحة لوحدك ونتيجة لذلك الدول في الشرق الأوسط لما رأت بجاحتها قامت بحضر عرض الفيلم في دور السينما لديها وضحكت كيري بيري على الأغلب لأنها تعلم أن أطفالهم سيشاهدون ذلك الفيلم ومتعرضه ديزني عبر تطبيق ديزني بلاس الذي يعرض من خلال هواتفهم وإباداتهم لا يحتاج الأمر الذهاب إلى السينما وردت على ذلك القرار بحضر عرض الفيلم في دول الشرق الأوسط في دور السينما بأنها جعلت الاشتراك في تطبيق ديزني بلاس في الشرق الأوسط الأرخص قد يقول أحدكم الآن أنت تبالغ ربما يا محمد ديزني بها محتويات قيمة وجيدة ومسلية وليست كلها تدعو إلى المثلية صحيح أتفق معك ولكن تأكد حتى لو عرضت ديزني أفلام قمة في الأخلاق والقيم قيمة الاشتراك بها ستذهب لدعم أجندة للترويج المثلية وهذا ما قاله رئيس التنفيذ لشركة ديزني بوب تشابك تعهد بتقديم خمسة ملايين دولار تعمل على حماية حقوق المثليين أوقفني مرة مقال كتبته إحدى الأمهات تقول جاءتني ابنتي ذات السبع أعوام وسألتني ماما يعني ايه مثلي الجنس فاستغربت الأم وقالت عزيزتي من أين سمعت هذه الكلمة لتجيب الطفل البريئة سمعتها من مسلسل نادي جلسات الأطفال الذي نشاهده على نيتفليكس تقول الشخصية أن والدها انفصلا لأن أباها مثلي الجنس لك أن تتخيل أخي الحبيب أخت الفاضل أن هذا المصطلح لمسمع طفلة بريئة من أسرى مسلمة بسيطة في عقر بيتها فما بالك بما يسمعه الأطفال في الغرب من تشويه فكري حول الشدود لدرجة أنهم في المدارس سجد لديهم حصص تشرح الشدود الجنسي أو باسمه المجمل الميول الجنسي وتشرح أفكار مجتمع الميم يحاولون جعل الطفل يتقبل أمر كأنه مسلمات وأنه أمر عادي وإذا أراد أن يصبح شاد يمكنه فعل ذلك ثم يستغرب الغرب لماذا ارتفعت نسبة الشواذ لديهم في آخر عشر سنوات ففي عام 2012 في أمريكا لوحدها كانت نسبة الشواذ هي 3.5% يعني كل مئة شخص يوجد منهم ثلاث تقريبا شاذين جنسيا هذه النسبة في عامنا الحالي ارتفعت إلى 4.5% وهذا العدد في تزايد حسب ما نشرته مؤسسات قالو ونحن أيضا في مجتمعات العربية المسلمة إذا ما تهاوننا في هذا الأمر كما يتهاونونهم وجملنا المصطلحات كما جملها الغرب وتقبلنا المنكر ستزداد نسبة الشواذ لدينا والعياذ بالله بالمناسبة إذا تريد تفصيل علمي دقيق حول مسألة الشدود شاهد هذه الحلقة سيتفيدك إن شاء الله المهم أصبح الأطفال في الغرب في ضياع وغضب أهلهم ولسان حالهم ابتعدوا عن أطفالنا لا تلعبوا بعقول أطفالنا بأفكار الشدود فسن قانون هناك اسمه لا تقل مثلي سنه حاكم فلوريدا ينص القانون على منع المدارس من الخوض في أي نقاشات حول المجول الجنسي أو التوجهات الجنسية حتى الصف الثالث مع الأطفال ومن يفعل ذلك من المدرسين يعرض نفسه للمحاكمة القانونية هذا القانون طبعا أزعج الشواذ وداعميهم على رأسهم ديزني فاعترض الرئيس التنفيذي لشركة ديزني على هذا القرار وتعاهد بتقديم مساعدات مالية للمؤسسات التي تدافع عن حقوق المثليين يعني يا لبجاحتهم حتى إخوانك وأطفالك إذا دفعت عنهم يغضبون يريدونهم شواذ غصب عنك وعنهم فحاكم فلوريدا لما رأى بجاحتهم قام بسحب المزايا الضريبية التي تقدم في العادة لشركة ديزني هناك في تلك الولاية يعني أصبحوا يدفعون ضرائب أكثر استاهلوا ولكن برأيي نسي هذا الحاكم والغرب بصفة عامة أن الأطفال لديهم يستمعون لتلك الإيحاءات فعليا عبر الإعلانات التي تخرج لهم وعبر ألعاب التي يلعبونها وعبر المشاهير الذين يتابعون طيب أنت يا شخص تخاف على أخيك وأختك الصغيرة وتريد حمايتهم من تلك الأفكار فأخذت الهاتف منهم وقمت بإعطائهم ورقة ليرسموا عليها أو مجلة ليقرؤوها ومعتقد بذلك أنك حللت المشكلة لا أعتقد يا صديقي أنت فقط قيدتهم وقيدت حريتهم ولم تحميهم لأن داعمين مثلية سيخرجون لهم من تلك الورقة وتلك المجلة التي أعطيتهم إياها للتو وهذا ما حدث بالفعل على سبيل المثال في مجلة ماجد مجلة من أشهر المجلات الموجهة للأطفال المجلات العربية في عدد شهر مايو أيار الأخير نشرت به صور وصفت أنها تدعو إلى المثلية كما تشاهد طبعا بعض الضجة التي حدثت سحب كل عدد من السوق وتدرت الشركة ولكن هل برأيك سيتوقف الأمر هنا؟ لا سيستمرون هؤلاء في دعم المثلية والترويج لها والمحاولة الوصول إلى طفلك أو أخيك الصغير أو وقتك الصغير ونشر هذه الأفكار لهم يقول أحد الكرام أمثالكم من الشباب جلس مرة مع إخوة الصغار وقمنا بتشغيل فيلم يناسب عمر سبع سنوات حسب التصنيف الذي وضعته نتيفليكس وفجأ وبدون سابق انذار خرج أمامنا حوار كامل عن المثلية ورجل يبدو كأنثى ويضع حلق وآخر يصبغ شعره وردي بشكل كامل وآخر يتمايل مختالا بطلاء أضافر وأحمر شفاه طوال الفيلم يكمل الشاب قائلا أنا شخص بالغ وعمري 25 عاما ولكني اقتنعت لوهلة بفكرة الشتود شعرت أن الأمر عادي في المجتمع بعد أن شهدت هذا المشهد المنضبط في الإخراج والسيناريو الذي تم عرضه فما بالغ بالأطفال فيسأل أيضا يقول كيف نحمي أبناءنا وإخواننا من تلك الأفكار حسب رأي الخبراء النفسية الخطة الأولى هي فتح باب للحوار مع الطفل لا يجب أن تترك تربية ابنك إلى نتيفليكس أو ديزني وغيرها بل يجب أن توضح لطفلك مساوئ فكرة الشدود كما هم يحاولون زرع فكرة الشدود في عقله أنت أيضا ازرع في عقله فكرة رفض الشدود قبلهم فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فأغلب الأمهات لا تفضل شرح هذه الأمور لطفله أو لا تعرف كيف تصيقها بالطريقة الصحيحة وتكتفي بقول عيب حرام إلى آخره الخطوة الثانية توجيه أطفالا إلى منصات نثق بهم نحتاج منصات تحتوي على القيم والأخلاق التي نريد أن نعلمها لأبنائنا مثل قناة طيور الجنة مجلة نور المسؤولة عنها مؤسسة الأزهر وغيرها الكثير نريد منصات نثق بالقائمين عليها لنترك أطفالنا لساعات أمامها يشاهدونها بدون قلق وخوف عليهم وإلا سنصل لنتائج لا تشرف في مستقبل أطفالنا كما يحدث الآن في الغرب وكيف نسب الشذود لديهم ترتفع هناك في النهاية شريك نبراي في مكان تعليقات وإذا عجبك أدمنطع لا تنسى الإعجاب به ودمتم في أمان الله